موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين مصرع العشرات من ميليشيا الارهاب الحوثية بنيران الجيش الوطني في محافظتي مأرب وتعز موسيقى تواصل المواقف الدولية المرحبة بالمبادرة السعودية والمملكة تؤكد ان تدخلات الايرانية تطيل امد الازمة في اليمن موسيقى الحكومة تعلن السماح بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة وتتهم ميليشيا الحوثي بالمتاجرة بمعاناة المواطنين موسيقى نلفت عداية مشاهدي قناة السهيل الفضائية الكرام انه يمكنكم اعادة ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد للقناة على مدار نايلسات احد عشر الف وستمائة وثلاثة علما ان التردد القديم سيتوقف اعتبارا من نهاية شهر مارس الجاري استهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم لقي ما لا يقل عن سبعة عشر عنصرا من ميليشيا التمرد والارهاب الحوثية المدعومة من ايران مصرعهم وجرح اخرون بنيران ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري ان جبهة الكسارة شهدت معارك عنيفة اسفرت عن مصرع سبعة عشر عنصرا من ميليشيا الارهاب الحوثية وجرح اخرين الى جانب خسائر اخرى في المعدات واوضح المصدر ان مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا مكثفا تمكنت خلاله من اخماد مصادر نيران العدو وتحصيناته كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها الى الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والارواح لقي اربعون عنصرا من ميليشيا الارهاب والتمرد الحوثية مصرعهم واصيب العشرات في مواجهات يوم امس مع ابطال الجيش الوطني في جبهة الحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز وقال مصدر عسكري لوكالة سبا ان المواجهات اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا على المواقع المحررة في جبهة الحكوم واشار المصدر الى ان المواجهات اسفلت عن مقتل اكثر من اربعين مسلحا من ميليشيا ايران الحوثية بينهم قائد ميداني بالاضافة الى جرح العشرات واعطاب احراق مركبات تابعة للميليشيا تتواصل في محافظة تعز قوافل الدعم والاسناد لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات المحافظة يأتي هذا بالتزامن مع استمرار حملة النفير العام لاسناد الجيش الوطني استكمالا لعملية تحرير المحافظة قافلة متجهة الى جبهة مقبنة مقدمة من ابناء المديرية دعما واسنادا للجيش الوطني المرابط هناك على الثغور لحماية السكان والارض ومن يقدم التضحيات ويحرر المناطق والجبال مخلصا مديريتهم من الميليشيات الارهابية الخطية التي اذاقت السكان المر ابناء مقبنة المتواجدين في مدينة تعز يسطرون نوعا من التلاحم والاخاء كما سطروا في جبهة العز والشرف اليوم يسيرون قافلة غذائية لأخوان المرابطين من ابطال الجيش الوطني والمقامة الشعبية في مقبنة قافلة مسيرة اليوم بعض الأغذية والموانا العينية الذي ستصلهم إن شاء الله عن قريب ونشكر الأخ الأستاذ حميد الخليدي مدير المديرية على ما يبدله من جهد والفندم عبدالستر الهلالي كل باسمه وصفته على ما يبدلونه من جهد لدعم الجبهة والمقاتلين وقافلة أخرى مقدمة من مديرية المظفر بمدينة تعز متجهة إلى رجال اللواء 17 مشاه مقدمين كل ما يعين الرجال على الصمود والوقوف كسد منيع منذ ست سنوات في وجه عملاء المجوس كواجبا وطنيا ودينيا في وجه منبغى على اليمنيين ويحاول إرجاعهم مئات السنين إلى الخلف كعبيدا وعمالا عند من يدعي السيادة لكن أبناء تعز مثل ما قالوا لا قبل سنوات هاهم ينتفضون وتتعزز انتفاضتهم حتى التحرير تلبية للداء الواقب والتوقيهات محافظ محافظة اليمني شمسان لقنة الاسطناد والدعم أو لقنة الدعم والاسطناد من التنفر تسير هذه القافلة الكبيرة والمتميزة دعما لأبطال جيش الوطني ودعما لجهود معركة تحرير محافظة التعز وخاصة الجهة الغربية التي يحقف الرجال أبطال انتصارات كبيرة وسندعم كل الجبهات من الله تعالى وفي هذا اليوم نكرس جهودنا وشكرنا لمديرية المظفر لمقام بدعمه لرفض جبهات القتال لأبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المحافظة الصامدة ونقول لهم ما زلنا على العهد صامدون في ميادين الشرف البطولة حتى تحقيق الانتصار واستعادة الدولة ومؤسساتها الجهد الشعبي مكمل للجهد الرسمي في تعز فقد أعلنت السلطة المحلية أنها مع الجيش بخندقا واحد حتى تحرير ما تبقى من محافظتهم ليصبح الكل يدا واحدة وهدفا واحدا وصوتا واحد حتى القضاء على الغزاة من يحاصلون مدينتهم ويقنصون أطفالهم ونساءهم ويقصفون مدينتهم بالمدفعية وكل يوم يحاولون اختراق صفها المتين المعزز بالحاضنة الشعبية سيرى أبناء منطقة الشماسي وسط مدينة تعز قافلة غذائية لدعم ومساندة أبطال الجيش الوطني المرابطين في مواقع الجبهة الشرقية للمدينة أكد المشاركون في القافلة وقوفهم الكامل مع قوات الجيش الوطني لاستكمال عملية تحرير المحافظة أبدى المشاركون استعدادهم لدعم أبطال الجيش الوطني في الزاد والزناد حتى تحرير كافة المحافظات من قبضة ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية أضام مع أفراد الجيش الوطني في مهمتهم المقدسة التي يسعون نحو تحرير محافظة تعز لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة فالحاضنة الشعبية مستعدة أن تقف أمام هذا المد الفارسي وأن تقف ضده وأن تمنعهم من أي حلم يحلم به من دخول مدينة تعز فالحاضنة الشعبية تقف مع الجيش الوطني بكل ما تستطيع سنتصر الجيش الوطني وستنتصر هذه المدينة وستتحرر سترمنا أن نتحرر مادام هناك حاضنة شعبية تمد الجيش الوطني بالزاد وأيضا بالزناد هذه المدينة كسرت قيد السجان وسترمنا أن نتحرر ونقصر قيد السجان بفضل الحاضنة الشعبية في هذه المدينة من هنا بدأنا وبعدها تكونا الجيش الوطني تحت شعار معا من أجل استكمال تحرير تعز نظمت السلطة المحلية بمديرية جبل حبش اليوم الأربعاء لقاء موسع لتوحيد كافة الجهود والإمكانيات الرسمية والشعبية لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من مناطق في أطراف المحافظة تحت سيطرة ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية وفي اللقاء التعبوي الموسع الذي حضره مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية والمكونات السياسية بالمديرية ألقى وكيل محافظة تعز الدكتور عبد الحكيم عون كلمة حيا فيها هذا اللقاء لأبناء مديرية جبل حبش والذي يعد امتدادا لحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف الجبهات منذ انطلاق شرارة الحرب التي فرضتها ميليشيا إيران الحوثية على محافظة تعز وأشاد وكيل محافظة تعز الأدوار أشاد بالأدوار البطولية والتضحيات الجسيمة التي سطرها أبناء المديرية بجميع مكوناتهم وفئاتهم مشيرا إلى أن مديرية جبل حبشي كان لها السبق في رفض مختلف الجبهات بالمحافظة بالغذاء والرجال والمال والسلاح وبمواقفهم المشرفة التي تجسد أروع التلاحم الشعبي شهدت جبهة باب غلق شمال غرب الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا وفي محور بتار أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل بعناصر من ميليشيا الإرهاب الحوثية إلى مواقع الجيش والمقاومة وقال مصدر عسكريين مدفعية القوات المشتركة قصفت تجمعا للميليشيا وتعزيزات استقدمتها الميليشيا من محافظة إب أكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي إثر استهداف بقذيفة مباشرة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء استشهد الجندي في الجيش الوطني فواز أحمد شريم مساء أمس إثر محاولته نزع عبوة ناسفة كانت الميليشيا الحوثية الإرهابية قد زرعتها بالقرب من مزرعة أحد المواطنين في قرية القهرة ونعت قيادة الجيش والمقاومة بجبهة مريس البطل فواز شريم الذي يعد واحدا من أكثر الجنود رباطا وتضحية في مواقع الجيش الوطني شمال وشرق جبهة مريس بالضالع وفي الضالع شنت ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية قصفا عشوائيا بالقذائف على قرى شمال وشرق مريس وقال مراسل سهيل أن قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية سقطت على منزل المواطن صالح ناجي القدمة وأصابت مطبخ المنزل ما أسفر عن إضأضرار بالغة وكادت القذيفة أن تودي باستحيات صاحبة المنزل وهي شقيقة الشهيد سامي الذي استشهد قبل أشهر بقذيفة حوثية مماثلة وهو نائم في غرفته وعلى سرير نومه أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية بمحافظة حجة وقال مصدر عسكري قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة يأتي هذا فيما كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمرد المدعومة من إيران في محافظة حجة أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت تجمعات النزوح في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي بقذائف المدفعية والطيران المسير وأوضحت الوحدة التنفيذية للنازحين في بيان أن الميليشيا الإرهابية استهدفت تجمع الدير بمديرية حيران والذي يضم 113 أسرى نازحة بقذائف الهاون وتسبب القصف تهدم منزل أحد النازحين وترويع الآمنين وخاصة فئات النساء والأطفال ودعت الوحدة التنفيذية الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة واتخاذ إجراءات عملية تردع ميليشيا إيران الإرهابية عن استهداف تجمعات النزوح في محافظة حجة وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية للنازحين والمتضررين أعلنت الحكومة اليمنية السماحة بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وقالت الخارجية في تغريدة إنه على الرغم من خرق ميليشيا إيران الحوثية لاتفاق السكولم ونهبها لخمسين مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين سمحت الحكومة لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى المدينة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي وأوضحت الخارجية بأن الحكومة استوردت خلال الأشهر الماضية كميات كافية من النفط عبر المنافذ المحررة بينما منعت ميليشيا الحوثي وصولها إلى المواطنين في المناطق التي تقضع لاحتلالها وتعاملت مع كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني ونوهت الخارجية بأن الحكومة تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطع الخاص وتنفيذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين في مناطق احتلال الميليشيا يتعارض وجود الميليشيا الإرهابية الحوثية كتنظيم إرهابي عنصري ومتطرف مع فكرة السلام أساسا من حيث المبدأ والقناعات العقدية بقداسة الحرب وأنها في يقينهم بتوجيهات إلهية لذا فالمستحيل بعينه هو أن تجنح هذه الميليشيا يوما ما للسلام إلا إذا كان سلاما عابرا على هدنة مؤقتة من أجل حرب مستمرة الميليشيا هي الطرف الوحيد المصر على الحرب في اليمن وفق لتصريحات سفير الفرنسي لدى اليمن جاي ماري الذي قال إن الحوثيين يعتبرون أنفسهم كل شيء الدولة والحكومة والشعب مؤكدا أنهم الطرف الوحيد المصر على الحرب لا تبدو الحرب في هذه الحالة سوى العمل الوظيفي الأنسب لتنظيم إرهابي متطرف يتخذ منها جواز سفر إلى طهران وحرفة مهنية وحيدة على طول خط مسيرته الدموية إصرار الميليشيا الحوثية على الحرب يجعل من كل مناورات السلام مجرد أضاث أحلام يستحيل تحققه مع رفض الحوثيين للسلام من أساسه في المقابل لا معنى لرفض الميليشيا للمبادرة السعودية للسلام وكذلك خطة السلام الدولية سوى ضرورة الحسم العسكري كخيار وحيد في يد الشرعية التي طالما خفضت جناحها لدعوات السلام ورحبت به تغليبا للمصلحة الوطنية العامة وصونا للدماء من تبقى من اليمنيين وبات معلوما لدى اليمنيين والمجتمع الدولي الرائع لعملية السلام في اليمن وهيئة الأمم المتحدة أن السلام الناقص هو عامل إسناد للحوثيين لاستكمال الحرب على اليمنيين بوحشية أكثر وأمام إصرار الميليشيا على الحرب تتحدد المسئولية القانونية لكل الأضرار الماحقة لحياة اليمنيين والضحايا النازفين في أتون النار التي لا ترغب الميليشيا إلا في المزيد من اضطرامها خدمة للمطامع الإيرانية على حساب مصالح اليمن وتعد ميليشيا الحوثي مجموعة مجرمي حرب أكدت تجارب السلام السابقة استحالة تحولها إلى كيان سياسي يقبل بالآخر وفق مبدأ تعددية كما يستحيل تقاعدها عن الحرب الوظيفية في ظل إصرار إيران على استمرارها وليس التصميم الحوثي على الحرب إلا ترجمة لمشروع الشر الإيراني المحدق بالمنطقة قال نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن صالح إن المبادرة السعودية إيجابية وتجسد حرص الأشقاء في المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار والدفع بعجلة البناء والتنمية إلى الأمام بعيدا عن المطامع والأهداف الإيرانية جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثل السويد الخاص لليمن السفير بيتر سيمينبي لبحث المسجدات على الساحة الوطنية وأوضح نائب الرئيس بأن المبادرة السعودية ستكشف ما إذا كان رفع معاناة الشعب اليمني تقع ضمن اهتمامات الميليشيام أنها مجرد فزاعة ومزايدة يستثمرونها لإطالة الحرب وجباية الأموال وتعزيز نفوذ إيران في اليمن وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى استمرار التصعيد الحوثي ضد محافظة مأرب التي تحتضن ثلاثة ملايين نازح علاوة على استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه الأشقاء في المملكة في إشارات سلبية واضحة لرفضهم كعادتهم كل فرص السلام والتهدئة ووقف إطلاق النار من جانبه جدد ممثل السويد موقف بلاده الداعم لشرعية ومؤسسات الدولة وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلادمير ديودشكين التطورات السياسية في اليمن على ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب والدور الروسي المساعد في إحلال السلام في اليمن وقال وزير الخارجية إن المبادرة السعودية مهمة وتشكل فرصة سانحة ينبغي استغلالها لإحلال السلام في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه في ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدروح حسن إيرلو عائقاً أمام مليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وأنوها وزير الخارجية بالمواقف الدولية المرحبة بالمبادرة التي تعبر بشكل صريح عن رغبة المجتمع الدولي لإنهاء الحرب الإجرامية لمليشيا الحوثي والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية قال مجلس الوزراء السعودي إن تدخلات الإيرانية تسببت في إطالة أمد الأزمة اليمنية وذلك من خلال تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أوضح مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث تأتي استمرار لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وأشدد المجلس على حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية تواصلت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش بإعلان السعودية عن خطوات للمساعدة في إنهاء الاقتتال في اليمن وأعرب عن شكره للمملكة على دعمها للجهود الأممية وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة يرحم بجميع الخطوات الهادثة إلى تقريب الطرفين من حل للنزاع تماشياً مع الجهود التي يبذلها مبعوثه الخاص مارتين جريفث وأكد البيان على ضرورة وضع حاجات الشعب اليمني قبل جميع الاعتبارات الأخرى وحث الحكومة والميليشي الحوثية على اغتنام الفرصة والعمل مع مبعوثه الخاص للسير قدماً بنوايا حسنة دون أي شروط مسبقة إلى ذلك رحبت الخارجية الروسية بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحرب في اليمن وأوضحت بأن روسيا سوف تستمر في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث وقالت الخارجية الروسية في بيان إن موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو كل الأطراف إلى دراستها الشاملة والدقيقة وجدد موقفها الداعم لإيقاف المواجهات المسلحة في الجمهورية اليمنية وضمان الاستقرار الدائم في الوفاق الوطني للبلاد قال السفير البريطاني لدى بلادنا مايكل أرون إن الدور الإيراني في اليمن سلبي جداً وهي تدعم ميليشي الحوث بالمال والسلاح وجدد السفير البريطاني خلال حديث مع قناة العربية ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية للحل في اليمن وقال إنها تتوافق مع مقترحات المبعوث الأممي مارتين جريفث أكد أرون دعم بريطانيا لرؤية تحالف دعم شرعية بشأن الوضع في اليمن يأتي ذلك في ظل حراك بريطاني بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بهدف تسريع المشاورات مع إيران خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي والسلام في اليمن وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجية بريطانيا دوميني كراب في تغريدة على حسابه في تويتر مساء أمس الثلاثة أكدت الخارجية الأمريكية بأنها لن تربط الملف اليمني مع الملف النووي الإيراني ودعت ميليشيا الحوثي إلى الشعور بمعاناة المواطنين اليمنيين واحترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية على المملكة جاء ذلك في تصريح للمتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ووربيرغ وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضرورة التزام كافة الأطراف في اليمن بالمبادرة السعودية وقال سامويل ووربيرغ إن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات عليها وأوضح بأن إلغاء التصنيف كان لأسباب إنسانية بحتة شيع أبناء محافظة عمران جثامين ثلاثة من أبطال اللواء 310 مدرع والذين ارتقوا شهداء في الدفاع عن الوطن والحرية والكرامة ومقارعة فلول ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية في جبهات غرب مأرب هم الشهداء لا سواهم من ينيرون دروب الحياة ويعيدون للشعوب أمجادها هنا يودع أبناء عمران ثلاثة من أبطال اللواء 310 الشهيد عبد الإله الصلاحي والشهيد محمد علي مرشد والشهيد عبد الله حسين السريحي والذين ارتقوا شهداء في سبيل الدفاع عن حياض وطن مكلوم واسترداد جمهورية منهوبة اختطفتها مخالب ميليشيا الموت والدمار في هذا اليوم نودع كوكبة من الشهداء وأبرد ما يميز هؤلاء الشهداء أنهم مجموعة خيرة من الشباب الطامحين الذين نستطيع أن نقول بكل فخر أنهم تربوا على مائدة الحرية ومبادئ الجمهورية وعناوين الكرامة والعزة الذين لم يلطخوا بأيد آثمة أو بمواقف غير شرعية وغير مقبولة هؤلاء الشباب الطاهر الذين استطاعوا بفضل الله عز وجل أن يكسروا كبرياء الحوثي وأن يمرقوا أنفه في التراب وأن يردوه خائبا دليلا وأن يكسروا جمعا وزحوفا لن يضيع الله دماءهم ولن يخيب مساعيهم سيسير الناس على دربهم ويحققوا ما خرجوا من أجله شهداء اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم وقبائلهم ووحدتتم معركة استرداد الوطن من براثن الكهنوت والإمامة الجديدة الممولة إيرانيا ودفاعا عن مبادئ الحرية والكرامة فاسترخصوا الأرواح والدماء لكي يعيدوا كرامة الوطن والمواطن شهداءنا لا يزيدون إلا إسرارا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تاهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجونا من الله ما لا يرجون نعم نحن نرجو الخير وهم يرجونا الشر نحن نرجو عبادة الله وحده وهم يرجونا عبادة العبيد نحن نرجو الحرية وهم يرجونا العبودية هذا لا يزيدنا إلا إسرارا ولا يزيدنا إلا يعني مضيا على درب الشهداء نحن اليوم نودع كوكبة من الشهداء من أبناء محافظة عمران قضوا في اتفاع عن الدين والوطن والحرية والكرامة عشقوا الحرية والكرامة فبدلوا دماءهم رخيصة في سبيل الله وسبيل اتفاع عن الدين والعرض والكرامة والحرية وللشهداء صولات وجولات في ميادين القتال في سفوح الجبال وبطون الأودية حيث جرعوا ميليشي الإجرام كؤوس المنايا رحل شهداؤنا بعد تسجيلهم أروع قصص الفداء ومآثرهم وبطولاتهم منحوتة بأفواه بناتقهم على جبال هيلان وصرواح ونهم وستظل راسخة في ذاكرة الأجيال ملاحم لا يمحوها الزمان يوسف القو أشرتنا مستمرة وفيها مطالبات شعبية ورسمية بإعلان إقليم حضر موت الطاقة الشمسية تنير شوارع الغيضة واستمرار سفلتة الطرق في شبوة دعت مرجعية حلف وادي حضر موت إلى عقد لقاءات مكثفة ومتنوعة مع أعضاء مجلسين نواب والشورى وشخصيات الاجتماعية والسياسية بوادي حضر موت للمطالبة بإعلان إقليم حضر موت وذلك ضمن جهود تطبيق مخرجات الحوار الوطني مناقشات مستفيدة لأعضاء مجلسي النواب والشورى وأمناء المجالس المحلية وموثل الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية بحضر موت لتوحيد الجهود ومطالبة الرئاسة اليمنية بالتعجيل بإعلان إقليم حضر موت بكامل صلاحياته كأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية لتأسيس أول بدرة لليمن الاتحادي مطالبتنا بالنسبة للإقليم لأننا نعتقد أن المخرج الوحيد لأن تكون حضر موت في موقعها الصحيح من خلال تجاوز كل المعاناة التي عانتها في الفترات السابقة الإقليم طبعا نحن نشد أيضا على أن يكون الإقليم بكامل الصلاحية وهذا هو الأساس والمهم لأنه في هذا يعني أن أبناء حضر موت سيعزوا سيكونوا في مواقعهم التي نرجو أن يكونوا فيها إعلان إقليم حضر موت في هذه المرحلة بقرار رئاسي يخلق إنموذجا سياسيا له خصوصيته في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية مع مراعاة التعديلات المطلوبة على مسودة الدستور الاتحادي التي حددت من الصلاحيات الكاملة لإقليم حضر موت نؤيدها نحن في الإصلاح بكل قوة لأنها تحقق قفائد كثيرة للوطن بشكل عام لليمن الاتحادي بشكل عام ولأبناء إقليم حضر موت بشكل خاص فهي دعوة كريمة نرجو من القيادة في السلطة العليا في رئاسة الجمهورية أن تأخذها محمل الجد وأن تلبي مطالب أبناء حضر موت فهي دعوة خالصة من أبناء الشعب ومن أرض حضر موت المباركة الموارد الاقتصادية بحضر موت وتمكين أبنائها منها هو أحد الدوافع الرئيسية التي حض عليها المجتمعون بعد أن همشوا منها لسنوات عديدة وما زالت محافظتهم ترزح تحت نقص الكثير من الخدمات المختلفة طبعا الوقت مناسب جدا لهذا المطالب لأن لو جلسنا نتردل في الوقت ستطال الأمور والسنوات ولن نصل إلى هدفنا وقضيتنا من أجل الخروج بروية واحدة أو بتحقيق هذه المخرجات توحيد الجهود ورص الصفوف في هذه المرحلة هو الضامن الأساسي لتلبية كافة المطالب والدافع الرئيسي لحل حالة الكثير من القضايا التي يتطلع إليها المواطنون فهم برماده قناة سهيل سيئون أعلن مركز العزل العلاجي الخاص بوباء كوفيد 19 مسجد في محافظة الضالع ارتفاع عدد الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا إلى 14 حالة وأكد مدير مركز العزل المركزي الدكتور جهاد محمد أن من بين الحالات المشتبهة إصابتها بالفيروس ثلاث حالات مؤكدة وتشهد الضالع تحركات وجهودا محلية ومجتمعية لمواجهة الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد وسط غياب شبه كلي لدور السلطات المحلية أعلن مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضر موت حسين علي السمين تخفيض مستوى الموظفين في المكاتب الحكومية إلى نسبة 70% ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا ووجه السمين في تعميم لمدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة للقطاعين العام والمختلط بتسريح ما نسبته 70% من القوى الوظيفية في إجازة خاصة لا تدخل ضمن الإجازات الاعتيادية للموظف ولمدة 21 يوما قابلة للتمديد وأكد السمين على التزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفاز والتباعد بين الموظفين أثناء الدوام تتواصل أعمال الشق والسفلتة بمشروع طريق الرجلان في محافظة شبوة لربط مديرية الصعيد بعاصمة المحافظة عتق بالتخفيف من معاناة المواطنين وتقريب المسافة الكبيرة التي كان يقطعها المسافرون منذ ما يربو على ستة أشهر يجري العمل في مشروع شق طريق الرجلان الرابطة بين مديريته اعتقاصمة محافظة شبوة ومديرية الصعيد بتمويل من السلطة المحلية هذا الطريق متعثير تنفيذه منذ عام 2007 لكنه اليوم يرى النور بعد أن وقع عقد تنفيذه محافظة المحافظة محمد صالح بن عديو مع مؤسسة الرومي للمقاولات العامة ويعتبر المشروع من أهم المشاريع التي تنفيذها حاليا في محافظة شبوة وتبلغ طول المشروع 14 كيلو ومية حيث سوف يساعد هذا المشروع في تسهيل عملية الانتقال من مديرية الصعيد إلى مديرية عتق أعمال السفلة تجري هنا وبوتيرة عالية بعد إكمال شك الطريق للتخفيف المعاناة المواطنين في تقريب المسافة إلى عتق حيث سيختصر عليهم هذا الطريق نصف المسافة سابقة بعد أن كان يتطلب منه الوصول إليها بحوالي 55 دقيقة المشروع في مشروع الرجلان يربط بين مديريتين الصعيد وعتق ولو أهمية كبيرة يعني يختم كثير من المواطنين وكثير من أهالي المناطق المجاورة ويعتبر خط دولي حاليا في الحين ممكن أن أهالي عدن يمروا عليه ويوصل إلى العتق في فترة زمنية أقل من الخط السابق المشروع واحد من مشاريع الطرق التي تنفذه السلطة المحلية في عموم المديريات للتخفيف من معاناة المواطنين وربط جميع مديريات المحافظة بعاصمة المحافظة عتق حسن البوريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة في ظل التزايد نسبة النزوح إليها بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية على اليمن سعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة لتوسيع دائرة خدماتها منها مشروع نارة الشوارع بالطاقة الشمسية والذي بدأ تنفيذه في مدينة الغيظة وبعض مديريات المحافظة بعد أن ظلت خارج نطاق الخدمات الأساسية والبنية التحتية بدأت محافظة المهرة تحظى باهتمام السلطات المحلية المتعاقبة التي ركزت على إعادة تشكيل الخارطة الداخلية لعاصمتها الغيظة وبعض المديريات وكان مشروع إنارة شوارعها بالطاقة الشمسية نموذجا ناجحا حيث قُبل بارتياح كبير من قبل قاطنها استفدنا من الطاقة الشمسية من الضوء يعني كان نجس في ظهمي في ظلام في ذا من هذه الطاقة الشمسية حق الشوارع استفدنا منها من الضوء يعني من بدل مستهلاك الكهرباء الطاقة الشمسية تواجدها في شوارع مديرية الغيظة تواجد سديد جدا أدى بالغرض نسبيا مما كان عليه في السابق في السابق كانت الشوارع مظلمة ونظرها غير سديد في تواجد الطاقة الشمسية كان الأمر أفضل إلا أنه ليس كالكهرباء وإنما أدى بالغرض نسبيا يعني ما يغير بـ 70% وهذا الشيء يشكر عليه في الحقيقة جدا المشروع الذي تنفذه شركة النفط فرع المهرى بمرحلته الأولى تضمن تركيب الأعمدة الخاصة بالطاقة الشمسية مع الإضاءات في الشوارع الرئيسية والجديدة بمدينة الغيظة وصولا إلى منطقة الأنفاق ومداخل بعض مديريات المحافظة وإلى جانب هذا المشروع الخدمي لا يزال المواطن يعاني من ندرة بعض الخدمات نظرا لتزايد أعداد النازحين المتضررين من انتهاكات الميليشيات الحوثية وهو ما يستدعي من الحكومة والسلطة المحلية دعم بقية القطاعات وتفعيل دورها أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرى استعرض محافظ محافظة المهرى أوضاع المحافظة الأمنية والخدمتية ودور السلطة المحلية في تعزيز المجالين الأمني والتنموي والصعوبات والإشكاليات التي تواجهها ووجه المحافظ كافة الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع لجنة تقييم وتصويب عمل منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم عمل المنافذ فضل العبادي إن اللجنة وصلت المهرى للإطلاع ودراسة أوضاع المنافذ البرية والبحرية والاختلالات الموجودة أشار إلى أن اللجنة سترفع اقتراحات لرئيس الوزراء بخصوص معالجات الإشكاليات في المنافذ اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا والعلوم الإدارية في جامعة تعز وقدمت في المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة 15 جامعة عربية ودولية قدمت فيه 104 بحوث في عدد من المجالات العلمية والإدارية وقد شهد المؤتمر حضورا كبيرا لعدد من الأكاديميين بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الأكاديميين الدوليين عبر الاتصال المرئي المؤتمر الأول للتكنولوجيا والعلوم والإدارة الذي عقده في رحاب جامعة تعز أعتقد أنه كان ناقحا بامتياز في ظل الظروف والصعوبات التي تعانيها الجامعة وشحة الإمكانات المادية ولكنه استطاع أن يتقاوز كل هذه الصعوبات وكان الأول في عدد البحوث المشاركة التي تناولت موضوعات متعددة من العلوم وهو المؤتمر الأول الذي يتناول أكثر من علم وذلك المؤتمرات تكون تخصصية في إطار علم واحد ولكنه الأول الذي تناول عدد من العلوم أقامت جمعية الحكمة اليمنية مخيمها الطبي المجاني في مستشفى خليفة العام بالتربة جنوبي تعز وقال المدير التنفيذي لجمعية الحكمة في تعز عبد الرحمن شمسان إن المشروع يهدف إلى إجراء أربعمائة عملية مجانية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مديرية الشمايتين عبر شمسان عن شكره وامتنانه لداعم هذا المشروع في مقدمة لجنة العالم الإسلامي في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة نحن في هذا اليوم بفضل أتباره وتعالى ثم بدعم كريم من متبرعي السباق الخير ثلاثة عبر لجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت نحن نقوم اليوم في جمعية الحكمة اليمنية بتنفيذ هذا المشروع المبارك وهو مشروع مكافحة العمل لتنفيذ أربعمائة عملية مجانية نحن في مديرية الشمايتين لدينا الكثير من الحالات التي تعاني من المياه البيضاء والذي تحتاج إلى زراعة عدسات وهي بأعداد متزايدة فنتمنى من الإخوة رجال الخير وخاصة دولة الكويت التي تدعم في هذا المقال أن تستمر في تقديم هذه المخيمات أو دعم هذه المخيمات بشكل مستمر فنحن بأمس الحاجة لمثل هكذا مخيمات على مستوى جميع عزل المديرية وليست في مناطق محددة فقط كرمت وزارة الشباب والرياض اليوم منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في محافظة عدن تقدير الإساماتها ودورها خلال فترة الحرب أشهد وكيل الوزارة لقطاع الشباب منير لمع بالجهود التي بذلتها المنظمات والمبادرات الشبابية إباني الحرب التي شنتها ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية على المدينة ومعقبها من أعمال في فترة ما بعد الحرب وأثناء الكوارث الطبيعية التي حلت بالمدينة كارثة السيول وجائحة الكورونا من جانبها قالت الناشطة رميصاء يعقوب في كلمة في كلمة المنظمات والمبادرات الشبابية إن التكريم يعد حافزاً للمنظمات والمبادرات الشبابية لتقديم المزيد من الفعاليات والأنشطة حصل الشيخ هزاع سعد المسوري على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في جمهورية السودان وقد حملت رسالة الدكتوراه عنوان الاستبداد وأثره في الدعوة الإسلامية دراسة وصفية تحليلية وقد أوصل المشرفون والمناقشون للرسالة بطباعتها لمحتوته على معلومات قيمة وقدمت شرحاً مفصلاً حول الاستبداد وأثره في الدعوة الإسلامية وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الحي أبو بكر رئيساً ومشرفاً والأستاذ الدكتور محمد زين الهادي مناقشاً خارجياً والأستاذ الدكتور عثمان الأمين مناقشاً داخلياً وبعد مناقشة الرسالة وبناء على موقفة طالب أثناء قررت اللجنة منحه درجة تحصل حجية الدكتور عثمان وخصاص الدعوة خصاص الدعوة بتخدير ممتاز مع التوصيح بالطبق بتخدير ممتاز مع التوصيح بالطبق أشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها مصرع العشرات من ميليشيا الإرهاب الحوثية بنيران الجيش الوطني في محافظتي مأرب وتعز تواصل المواقف الدولية المرحبة بالمبادرة السعودية والمملكة تؤكد أن تدخلات الإيرانية تطيل أمد الأزمة في اليمن الحكومة تعلن السماح بدخل سفن النفط إلى ميناء الحديدة وتتهم ميليشيا إيران بالمتاجرة بمعاناة المواطنين نلفت عناية مشاهد قناة السهيل القضائي الكرام أنه يمكنكم إعادة ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد للقناع على مدار النيلسات على التردد أحد عشر ألف وستمائة وثلاثة علما أن التردد القديم سيتوقف اعتبارا من نهاية شهر مارس الجاري في أمان الله